ببحث وتمشيط كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم أمس قنبلتين تقليديتي الصنعة بعن الدفلة الناحية العسكرية الأولى في إطار محاربة الجريمة المنظمة أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني بجنات الناحية العسكرية الرابعة عشر منقبين عن الذهب وحجزت ثلاث مركبات ربائية الدفع وثلاثة مولدات كهربائية ومتلقت ضغط بالإضافة إلى عشرون كيسا من خليط الحجارة وخام الذهب فيما تم ضبط أربعة أجهزة كشف عن المعادن بولاية تمنرست الناحية العسكرية السادسة من جهة أخرى حجز حارس الحدود بتلمسان الناحية العسكرية الثانية أكثر من ثلاثة وعشرون كيلو جراما من الكيف المعالج في حين تم توقيف اتنتعشر مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تمنرست وميلة وكذا تلمسان